ده كلام مهم جدا لكن كمان على سبيل الإعارات النادي الآلي أيضا أنهى في الساعات الأخيرة إعارة وولتر بواليا مهاجمه الأفريقي لنادي السليلية القطري على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور أمير توفيق أنهى الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بانتقال وولتر بواليا في اللحظات الأخيرة وإحنا سعداء بالإعارات التي تتحقق دعني أقول لك أنا سعيد بالإعارة التي لم تتحقق محمد فخري كانت قابة قوسين وخلاص تقريبا حيروح المريخ السوداني ما يحدث لفريق النادي الآلي اقتضى أن لأ هنأجل هذا الكلام لأنه محتاجينه وانا قلت لك قبل كده هو عنده لعيب عنده نطج تكتيكي وشوفناه في مباراة كأس الرابطة مهارته وبعدين صنع الهدف التعادل بتاع زياد وبرضو حجم اللعيب الناشئين اللي رايح مع البعثة يدل على أن دخلوا في قناعة بيتسو موسيماني وربما يوجدون له الحلول اللي كان بيدور عليها وهذا ما نأمله يعني حتى الناس عادتوا لك الخبرات الخبرات آه أنا معك في الخبرات بس الخبرات ممكن لما تلعب مع ناس إيلا يدو لك الثقة أن عندك هذه الخبرة بشرط أنك أنت كلاعب ناشئ تلتزم بما يقال لك من الجانب التكتيكي والفني وما تطلعش فيها بدري نظرة النمر الجائع أقولها لكل الصاعدين طيب المهندس عادلي أشار لأنه الجهاز الفني استحب معك كل الناشئين المتاحين ليه لأنه أنت فعلا لغاية دلوقتي عندك عدم وضوح رؤية فيما يخص البطولة وخوفا من أي حاجة تخص الكورونا أو غيره الدكتور أحمد أبو عبلة زي ما عرفت منه وهو في المطار الأهل هناك هيدخل فقاعة طبية اختيارية البطولة مش عاملة نظام الفقاعة اللي كانت عليها بطولة السنة اللي فاتت في الدوح لكن الجهاز الفني فرض على اللعيبة فقاعة طبية اختيارية علشان يتفادى حدوث أي حالات جديدة لأن العملية مش نقصة خالص النهاردة يمكن لما الدكتور أحمد أبو عبلة رجع وكان مع أكرم توفيق في الجراحة اللي أجريت الحمد لله بنجاح في النمسا لقى العملية فيه تلات لعيبة فيه الصديق العزيز عمر محب مترجم بيتش موسماني تلات أربع حالات إيجابية فبدأت بسرعة اعمل عزل جامل بالكامل للكل وعمل رابي التست لكل الناس اللي تمت مخلطتهم للفريق إداريين وجهاز فني وجهاز طبي وكله كله خضع لمسحة عشان يتم التأكد من سلامة الجميع ثم أجريت أو تعامل بي سي آر للكل كمان على فكرة مصطفى شبير ومغربي الاتنين الصعادين كانوا الحمد لله المسحة التي تعاملت النهاردة طلعت سلبية مهمين جداً طلعت سلبية لكن لمزيد من الاحتياط والاحتراز تأجل سفارهم لبكرة علشان يخضعوا أيضاً لمزيد من العزلة حفاظاً على بقية الفريق تلاحظ أنه وجود بيرستاو مع الفريق بيرستاو عنده مزق في العضلة الأمامية يغيب أربع أسابيع لكن علشان يبقى موجود في أجواء البطولة ويبقى تحت عين الجهاز ويؤدي تدريباته التأهلية والعلاجية وجلسات العلاج هناك تم اصطحابه مع البعثة لكنه برى المشاركة يمكن حسام حسن المهاجم صحيح بينفذ البرنامج العلاج الخاص به من مزق في السمانة قد يكون من الصعب جداً لحقه بالمباراة الأولى لكن على الآل واخدوا علشان برضو يتم تجهيزه على مرأة من الجهاز الطبيب